ثانياً المبادئ المحاسبية في ضوء الافتراضات الأساسية السابقة هناك مجموعة من المبادئ أو الإرشادات التي يتبعها المحاسب في تحديد وقياس وتسجيل وتقرير البيانات والمعلومات المحاسبية وتتمثل أهم هذه المبادئ في الآتي مبدأ التكلفة التاريخية وهذا المبدأ هناك اتفاق عام على أهمية وضرورة استخدامه كأساس لقياس عناصر القوائم المالية وذلك على اعتبار أن الأسعار محددة ومعروفة وغير قابلة للجدل أو التغير كما أنها واقعية وذلك لتوافر المستندات المؤيدة له ومن ثم فإن هذا المبدأ يستند إلى أساس حقيقي وموضوعي لكن هذا المبدأ وجه إليه كثير من الانتقادات مع زيادة التضخم والتي جعلت القيم التاريخية قيم لا تعبر عن الواقع وبالتالي فإن القوائم المالية المعدة وفقاً للتكلفة التاريخية أو لمبدأ التكلفة التاريخية لا تمثل المراكز المالية الحقيقية للمنشآت فضلاً عن صعوبة المقارنة بين المراكز المالية خلال عدة فترات محاسبية متتالية المبدأ الثاني مبدأ الاعتراف بالإرادات أو تحقق الإراد ويعني هذا المبدأ بتوقيت الاعتراف بالإراد متى يتم الاعتراف بالإراد متى يتم الاعتراف بتحقق الإراد أي تحديد النقطة الزمنية التي يتم عندها الاعتراف بالإرادات في السجلات وتتحدد هذه النقطة بذلك التاريخ الذي يتوافر عنده شرطان الشرط الأول اكتساب الإيراد والشرط الثاني تحقق هذا الإيراد أو كونه أصبح قابلا للتحقق ويعد الإيراد أيضا مكتسبا بشرطين في حالة تقديم الخدمة أو تسليم السلعة وفي حالة وجود عملية تبادل بين الوحدة المحاسبية والوحدات الأخرى المبدأ الثالث من المبادئ المحاسبية مبدأ مقابلة المصرفات بالإيرادات وهذا المبدأ من المبادئ الهامة لتحديد نتيجة عمليات الشركة من ربح أو خسارة خلال الفتر المحاسبية حيث يتبع المحاسبون في الاعتراف بالمصرفات قاعدة مسايرة النفقات للإيرادات بمعنى أنه لا يتم الاعتراف بالمصرفات إلا عندما يساهم العمل أو الخدمة أو الإنتاج فعليا في تحقيق الإيرادات السنوية بمعنى ضرورة وجود ارتباط مباشر بين الاعتراف بالمصرفات أو الاعتراف بالإيرادات وهناك ثلاثة أسس لمقابلة المصرفات بالإيرادات الأساس الأول ارتباط الأثر بالسبب أو علاقة السببية ثم التخصيص المنطقي والمنظم ثم التحميل المباشر على إيرادات الفترة المبدأ الرابع مبدأ الإفصاح الكامل وهو من المبادئ الهمة في المحاسبة والذي يعني ضرورة اجتمال القوائم المالية على المعلومات الكافية والملائمة لترشيد مستخدمي القوائم المالية في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم وهناك ثلاثة وسائل للإفصاح عن المعلومات الخاصة بالقوائم المالية إما إظهارها في صلب القوائم المالية بين قوسين أو إظهارها كملاحظات إرشادية مرفقة بالقوائم المالية أو إظهارها كمعلومات في قوائم مالية إضافية أو ملحقة ويمتد أيضا هذا المبدأ إلى ضرورة الإفصاح عن الأحداث المهمة التي تحدث بعد تاريخ إعداد القوائم المالية وقبل نشرها ثالثا القيود التطبيقية هناك بعض القيود التي يواجهها المحاسب حال تطبيقه للأسس والمبادئ المحاسبية السابق ذكرها وتتمثل أهم هذه القيود في الآتي تقييم المنفعة المتوقعة من استخدام المعلومات المحاسبية في ضوء تكلفة إعداد القوائم المالية لأنه من الضروري عند إعداد المعلومات المحاسبية أن تكون هناك موازنة بين تكاليف إعدادها والمنافع التي يمكن أن تستمد من استخدام هذه المعلومات أي تحليل التكلفة والعائد تحديد الأهمية النسبية للمعلومات المحاسبية حيث تعتبر المعلومات ذات أهمية كبيرة إذا كان الإفصح عنها سوف يؤثر أو يغير من أحكام أو تقديرات متخزي القرارات وتتوقف الأهمية النسبية للمعلومة على نسبتها بالمقارنة مع البنود الأخرى للمعلومات وأيضا تتوقف على طبيعة العنصر مثل المعاملات بين الشركة وأعضاء مجلس إدارته وفي هذا الإطار لا بد من وجود سياسة واضحة للشركة في مجال تحديد الأهمية النسبية للمعلومات يتم تطبيقها بصورة مستمرة أيضا من القيود التي يواجهها المحاسب الخصائص الزاتية لبعض الأنشطة والأعراف السائدة بصددها فقد تتطلب الطبيعة الخاصة لبعض الأنشطة الخروج على المبادئ المحاسبية المتعارف عليها كما في تقييم الاستثمارات في البنوك وأيضا تبويب الأصول الثابتة بشركات المنافع العامة تبويبها قبل الأصول المتداولة أيضا من القيود مبدأ الحيطة والحظر في تقدير وتقويم بنود القوائم المالية حيث تتطلب بعض القرارات التي يتخذها المحاسب في مجال تقويم الأصول وتحديد صافي نتيجة النشاط ضرورة إجراء بعض التقديرات والأحكام الشخصية وفي هذا الإطار يلجأ المحاسب إلى تطبيق مفهوم الحيطة والحظر حيث يتم اختيار القيمة التي يترتب عليها عدم زيادة الأرباح أو عدم زيادة قيمة عناصر الأصول بقائمة المركز المالي ويجب القول أن مفهوم الحيطة والحظر لا يهدف إلى تخفيض الأرباح أو تخفيض الأصول بصورة متعمدة وإنما يقضي بعدم المغالاة في الأرباح أو المبالغة في تحسين عناصر المركز المالي اشتركوا في القناة